إيه اللي شدك في مستلسل ألعى الحجر عشان تعمله؟ ألعى الحجر يعني أحداث بتمس كل بيت في الصعيد في الوقت المعاصر وفي ظل حقوق المرأة والبنت اللي يعني بتبقى مجبرة على عادات مهروسة قد تؤتي بما لا تشتهي في بقية مستقبلها وحياتها الكل يعني إنها ممكن تتجوز ابن عمها وهو غير متكاف معها في الثقافة غير إن ممكن يبقوا بعاد كل البعد عن المستوى الفكري والعلمي وحاجات كتيرة ما هو إلا ابن عمها أحق بها لإن قبائل العرب ما تاخدش تديش بناتهم لقبيلة من قبائل التانية زي قبائل الفلاحين أو البلبيش أو وقد تكون قبيلة مثلا في العرق تكون مهياش أقل ده ممكن تكون أعلى ولكن في النسب لهم قوانين وعادات بيتكوي بها كل شاب وكل بنت في كل بيت في الصعيد فهي أزمة معصرة موروس قدين رفضوا الجيل الحديث بالكامل يعني فتلاقيهم حتى المسلسل صدا إن بدأ يبقى فيه حوار مع إن ما كانش فيه حد يجرؤ إنه هو يتكلم في الموضوع صح؟ طيب أنت ما قلقتش يا أستاذ يعني لوحد لما بيتكلم عن عادة وموروس مهم زي كده فيه ناس كتير بتقلق شوية أنه هو ياخد الخطوة ويتكلم في الموضوع ده أصلا هقلق إيه يعني ده بالعكس ده هما لإن كل ما بتعمل شيء نابع من حقيقة وتمسهم بيبقوا سعداء بشكل غير عادي حتى لو كان انتقاد له يعني هما عندهم حتة الاعتزاز بما هما عليه يعني يعني بيعتزوا بنفسهم وتصرفاتهم طبعا على أساس إنهم أصلهم مش بيعملوا حاجة غلط يعني لهم مبرراتهم ومبرراتهم اللي تحترم يعني يقولك أنا أمديها لابن عمها فأنا عارف له كبير وليه كبير هيكبر له لكن أنا لو ادتها من قبيلة تانية الكبيره مين خدها سافر بها في حتة تانية اه اتعامل معها معاملة لا طريق اه يوم أرجع هو لا يعتبر لكبير بالنسبة له قد يرى هو إنه هو أكبر من الكبير ده لكن في العيلة العائلات أو القبائل اللي هي كده بيبقى فيه مرجع ليهم فيه شخص كبيرهم فيه كبيرهم أعرف أرجعهم أعرف أروح أتكلم معايلة بحصل أي مشكلة أو أي حاجة فمن اعتزازهم ببناتهم وحبهم ليهم الشديد والخوف عليهم طول الوقت فبيتمسكوا بالموروز ده بحجة هذا الموضوع يعني سمعت إنه القصة بتاعة المسلسل بتاعة الحجر قصة حقيقية اه حقيقية حقيقية في كل بيت اه ولو قلنا بالخصوص آه موجودة قصة حقيقية بس إحنا مغيرين الأسامي اه ومغيرين اسم البلد لأنه ما فيش نجع اسمه قلع الحجر ده إحنا يعني مبتكرين وعلشان ما تمسش حد وتبقى ما تبقاش حاجة حالة خاصة تبقى حالة عامية بس أقالها الحجر كلمة ليها معنى وليها مغزة طبعا معناها إيه أستاذ القلع أو قل الحجر يعني حتى الجملة تكررت كتير في الحوار يقولك قل الحجر من مطرحه يعني يشيله من مطرحه أو إنزعه من مكان اللي هو الشخص اللي يخرج من قبلته أو عيلته ويروح يتجوز من مرة العادات لا العادات والتقاليد عاملة زي الصخر اللي في الجبل ما تقدرش تنزعه من بعضه ما تقدرش تقلعه من الجبل يعني فلإنها موروث ثابت جدا لا يغيره ولا يحزه ولا تقدر تستبدله مهما حصل وبالفعل احتفظوا به ألاف السنين يعني 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 العمر كله بالنسبة له موروث جدود الجدود يعني والحد النهاردة الكلام ده بيحزن إن شاء الله بيتهزوا إن شاء الله إنه كن نجحنا وأثر لإنه بالفعل تقريبا أثر في شريحة كبيرة وأعتقد ده دور الفن إنه يبقى فيه موضوع له هدف وله رسالة حتى لو أتى بنسبة واحد في المية أو واحد في يعني أي حاجة يعني مصدوبة يبقى على ألا أثر عمل دوره وعمل الأثر بتاعه والحقيقة كمان أنا بلاقي فيه حاجة دايما بحسها وأنا بتفرج على أعمال حضرتك إن دور المرأة والمرأة في الصعيد مش زي ما احنا شايفينها في القاهرة أو عارفينها في القاهرة بالعكس بلاقي المرأة في أعمالك دايما قوية دايما المرأة زكية دايما المرأة بتحرك الأحداث فكلني عن الموضوع ده دي الحقيقة الأم أو البنت أو الزوجة فيه بيبقى الترابط والتفاهم والتوقير والإحترام اللي بيكنه كل واحد للتلاتة دول سواء أم أو زوجة أو بنت بيبقى كبير جدا مفيش أخ يقدر يفتح أو يضرب أخته أبوه يقلب الدنيا الأب يبقى إزاي تبقى تحدد الدنيا البنت بالنسبة له حاجة مهمة الأم الجميع يجلها الجميع يسمع كلامها ويكبر لها وتكون هي الرأي لأنه بيبقى عندها شيء من الحكمة في وزن الأمور بحكم إنها قعدة فشايفة كل حاجة فبتغرب أو بتصفي كل شيء قدامها بتماعهم بحكمة هم في جوانب أخرى أو في حاجات معينة لكن مش عايزة أقول المرأس برضو على فكرة لكن هم عندهم أسباب لأن المرأس إن هو تورس أصابطين إن البنت ما تورس حاجات كده يعني طب إيه الأسباب لهم أسباب لإحتفاظ القبيلة بقوتها الاقتصادية فإنه ما يفردش في الموروس الجد في الأولاد في الأولاد في الأولاد يبقى بيبقى لهم ما يتخدش لغريب يعني الغريب عنده طبيعي يعني اللي هو الزوج حتى لو الإبن عم طب بيبقى من يعني خرج جدران الأسرة الوحدة يعني النموذج الكبير أو العيلة الكبيرة أوي في النهاية بتتفتت إلى قبيلة ثم إلى أسرة ثم إلى تفضل لحد ما تبقى فردية فهم عندهم قواعد منها أشياء طبعا بيتمسكوا بيها لهم منطقهم الذي يجب احترامه ولكن مش عيب نتناقش فيه ونصححه ونقول القانون الوحيد الصح هو القانون الإله ما شرعه الله فلابد نرجع ليه ما شرعه الله وبعدين القرر هنعمل ليه في حياتنا طيب برضو النجم الكبير محمد رياض الحقيقة انت قمت بعاب ومغامرة كبيرة يعني في الضوء الشارد الناس كانت متعلقة بمحمد رياض بشخصية فارس شفت إزاي العمدة الفرماوي وما لقتش برضو ان انت تنقله من هنا لهنا والناس تقارم بالدور اللي هما تعلقوا بيه طول حياتهم ولا لا؟ هقول لحضرتك حاجة بقى في المسلسل ده أنا من يعني في رأيي انها شيء عظيم المفروض الشرير او اللي بيسمى ظالم في التصرفات الناس تنبذوا تكرهوا تبتعد عنهم الفرماوي الشرير المتسلط المتمسك وبيضرب بكل القواعد عرض الهقت لنفسه وعنده ازدواجية بقى المسل والقدوة اللي هما شايفين نفسهم فيه ما أصبع في كل بيت صورة الفرماوي محمد رياض هنا محمد رياض يعني من النجوم يعني فيه نجم بيبقى كريزمة بيبقى نجم الأسباب طبعا نجم شباك وقد يكون على قدر من جودة التجسيد أقل من حد تاني مصبوط يعني ممكن أسامة معينة زي محمود المليجي ما يبقاش نجم وهو أخطر ما يمكن وأعظم ما يمكن محمد رياض نجم ورؤيتي فيه وقناعتي بيه أنه هو مش نجم كمان عادي لا متمكن من أدواته ومن حالته المزاجية ومن الكيميا اللي بيقدر يتصرف فيها فيتلون ويتشكل ويجسد الدور ما يبقاش ينسيك أنه هو محمد رياض طبعا خطير فيبقى مبدع بشكل كبير جدا صح الدور مركب بشكل رهيو تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية